كان المباراة وارد جدا أنها تخلص في النص ساعة الأولى ويبقى فيه يعني أهداف مبكرة وزي ما حقاكم شايفين على الشاشة مشجعي ليفر بول زعلانين جدا الناس كانت وراء ساديو ماني وراء صلاح وراء فندايك وعلى الناحية الأخرى مشجعي النادي الملكي ريال مدريد في سعادة شديدة جدا ينتهي هذا السرك الكروي الذي سيطر على عقلية العالم وننتظر سركا جديدا يسيطر على مصر وأفريقيا يوم الاثنين القادم نهاي أفريقي الأهل والوداد في المغرب كل تمنياتنا للأهل إن شاء الله أن يحقق النجاح حزن شديد على محمد صلاح وكان طبعا بيأمل أنه يحقق الثقر الذي كان يتحدث عنه ولكن يخطف ريال مدريد المباراة وأنشلوتي المدرب الأسطورة يستطيع أنه يفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع نوادي مختلفة وصلاح يفكر ماذا حدث ولماذا لم نفز وطبعا زي ما حادكم عارفين في الشوت الأول العارضة والحظ والتوفيق لم يكن مع ليفر بول ولكن هذا الأسطورة كريم بنزيمة لعب أسطوري لعب عظيم استطاع أن يملأ فراغ كريستيانو رونالدو واستطاع أن يعود من يعني الإحباط إلى واحد من أعظم اللاعبين في العالم ولو هذا العام فاز كريم بنزيمة بجائزة أفضل لعب فهو يستحقها بالإنجاز وبكم البطولات التي استطاع أن يحرزها مع فريقه لعب محترم وكلوب طبعا بنقوله هارد لك هذا الفريق الذي وصل إلى النهائي فريق عظيم فريق موهوب مدرب محترف مدرب يجيد توجيه اللعيبة بتاعته يجيد إظهار المواهب الجديدة ولكن في النهاية الجائزة للخبرة الجائزة للأقدم الجائزة للخلاصة الجائزة للعب الذي استطاع أن يكون له تاريخ دولي كبير ويلعب مباراة كثيرة وعندما يلعب مباراة مثل هذه يستطيع أنه ينجح فيها ويخطفها تحت أي ظرف في النهاية الكرة لا تعرف إلا الأهداف وكما قال الكابتن لطيف الله يرحمه الكرة جوين